للحديث أكثر نضم إلينا مختصة في الإعلام والاتصال الدكتور محمد الحزام مساء الخير دكتور أهلا بك معنا في عين الخامس بداية دكتور كيف توازن الآن وسائل الإعلام بين العمل على زيادة عوائدها المادية والقيام بواجبها بما تتطلبه بالتأكيد المهنية أو المهنة الحقيقة أنه أصلا ربحية وسائل الإعلام هي متنوعة ومتعددة من بينها طبعا الربح المادية لا أحد يلغي تماما لكن في أولويات إذا نحن نتكلم مثلا عن الأمن الوطني أو الأمن القومي في الدول بشكل عام تعتبر هذه المنطقة منطقة ساخنة ومنطقة تعتبر خط أحمر ولو فكرنا فيها يمكن بشكل يمكن أبسطها للسارة والسيدات والمشاهدات هي تشبه تقريبا كرة الماء لما ترمي حجر سواء في غديرة أو في بحيرة أو في بحر تبدأ الدوائر أي انتشار المركز هذا هو اللي تعتبر عصب وجوهري بالتالي الاقتراب من هذه الدائرة الأولى هو الذي يصنع الفرق بين قضية ربحية مادية أو ربحية أمنية فبالتالي هنا الفرق نعم طب دكتور يعني في مقالك ذكرت ربحية وسائل الإعلام معادلة الإعلان وأمن الأوطان ما نقصد هنا دكتور؟ ما لا تقصد؟ نحن حاولنا أن قدر المكان بالنسبة للعنصرين الرئيسيين اللي هو ربحية الإعلان وأمن الأوطان هي هو الرينجا وهو المدى التي تتراوح بينه الربحية وسائل الإعلام إما أن تكون جوهرية وبالتالي في الصميم وتتعلق بأمن الأوطان وقد تتمدى من الدوارة التي تتحدث عنها لتشمل أشياء أخرى من بينها طبعا الربحية المادية هذا لا أحد ينفيها إطلاقا لكنها موجودة بطريقة لا بد أن تراعي عدة اعتبارات من بينها أيضا ربحية وسائل الإعلام هي قضية صناعة الوعي المجتمعي يعني هذه الربحية أهم بكثير من المال نسرة ثقافة فأيضا قضية التنمية والإسهام في التنمية بشكل كبير هذا شيء جوهري وأساسي يعني طبعا الإعلام العربي كيف ترى جوهرية المهنة فيها؟ الواقع شوف كل ما تقترب بطريقة أن تكون في مركزي بشكل أو بآخر الدائرة الأولى كل ما تتحكم في بقية الدوائر تكون هنا إشكالية يصبح الإعلام ربما يعني يعتقد القائم على هذا الرأي وهذه الخطة أنه تمكن من الإعلام في الواقع أنه بهذا الأسلوب الجمهور ينفر بالتالي الرأي العام ليس معك ليس ملكا لك ما لم تتحكم في هذه الدوائر تعطي كل دائرة حقها بشكل متوازن طيب أهمية عمق الإعلام بالتأكد مع أمن الدولة هذا التحدي ما هو ركيز الأساسي فيه؟ طبعا الأولوية دائما هي قضية الأمن أمن الوطني في كل مكان في العالم يعني لا يمكن أحد يساوم على هذا ويضرب أمثلة بدوله يقول أن هذه متقدمة في حرية الصحافة أبدا لما يصل مرحلة إلى هذه النقطة أبدا لا تتنازل عنها أي دولة كانت وبالتالي المساحة التي تترك للوسائل الإعلام فيما يتعلق بالجوانب المادية أيضا مهمة جدا يعني خلينا نأخذها من زاوية ملكية ملكية وسائل الإعلام إذا قسمناها إلى قسمين وهذا اللي تقريبا متعارف عليه في البحوث والدراسات هناك ملكية عامة وهناك ملكية خاصة الملكية العامة هناك اعتقاد خاطئ بأن الملكية العامة هذا هو ديدنها أنه دائما هي تمجد وتبجل في الحكومات وهذا الحقيقة غير صحيح ما لم تفهم كيف تصنع الإعلام تستطيع أن تقدم إعلام عام بأسلوب راقي وشيق وجاذب الإشكالية وين عندما يكون التدخل في قضية صناعة الرسالة عندما توجه هذه الوسائل من قبل إما صناع قرار أو غيرهم حتى حين في اجتهادات ربما من أشخاص يعتقدون أنهم بهذا الأسلوب يتقربون للحكومات في الواقع أنهم هنا يجنون على وسائل الإعلام وفالأخير الرأي العام ينفر منها ويذهب إلى وسائل الإعلام الخاصة إذن الطريقة الأخرى بعض الدول ذكية أعطت مساحة للوسائل الإعلام الخاصة لكنها في واقع الأمر تمسك بالرسل فيما يتعلق بقضية توجيه الرسائل الرسائل تصنع بمهنية عالية الجمهور والرأي العام لا يعلم بأن هذه والوسائل موجهة هناك علاقات خفية موجودة بين الوسائل هذه وبين الحكومات وبالتالي كأنك تقولها دكتور أن الإعلام الخاص أو الوسائل الإعلامية الخاصة تتحرك أكثر من الحكومة بالتوجيه هي لها قبول أكبر لدى الرأي العام لأنه تعطي انتباع بأنها غير موجهة من الحكومات وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومات عندما تدرك هذه هذه السمة تستطيع أنها تقدم وسيلة إعلامية توصل رسائلها من خلالها بشكل أكثر فعالية نعم أبقى معي دكتور محمد نشاهد إياك وسائل الإعلام بين المادة والمبدأ نتابع موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر أعود إلى ضيف المختصة في الإعلام والاتصالة دكتور محمد الحزان أهلا بك من جديد دكتور محمد دكتور محمد خلنا نتحدث عن كيف نصل إلى إعلام ربما جيد ولديه محتوى جيد أو قوي الإعلام دائما نكرر أن الإعلام صناعة والصناعة هي يجب أن تعطى لأصحاب المهنة المتخصصين في كيف يصنعونها أما أن تكون أحيانا في تدخلات مختلفة سواء أشخاص مجدهدين أو غيرهم أنا أعتقد أن هذا يقضي على الإعلام الجيد الذي نبحث عنه أيضا الإعلام الجيد له أساليبه وله وسائله وله رسائله والشكل الذي تقدم فيه مهم للغاية عندما تقدم بشكل مهني عالي ورفيع فإنه حتما سيجد بالآخرين لأنهم يتابعوا هذا الإعلام أما أن يقدم بطريقة رسمية جدا وفجة هذا لن يحدث الإعلام القيمة الذي نبحث عنه في نفس الوقت أنا أعتقد الإعلام القيمة ينبغي أن يدعم بقوة ماديا ومعنويا ينبغي أن ندرك أن هذه الأدات هي مهمة جدا لأهداف قيمة جدا تنموية توعوية أيضا معرفية سمع ما شاءت الارتقاء أيضا بثقافة المجتمع مهم جدا من خلال وسائل الإعلام ولهذا ينبغي أن يدعم تدعم هذه الوسائل بالشكل القوي جدا وأيضا تمكن من ممارسة عملها بشكل مهني طيب دكتور هناك من يتحدث عن بدائل مثلا الوسائل المحلية ربما هناك وسائل أخرى مثلا نتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي دكتور يعني هل هنا إنذار يأتي بديل وسائل المحلية أخرى يتحكم فيها جهات أخرى كوسائل أخرى يا دكتور هذا السؤال المهم للغاية اللي صار الحقيقة الإقبال على شبكات التواصل المجتمعي دائما لو تربط بينها وبخضية أداء وسائل الإعلام ستجد أنه فيه علاقة يعني شبهة تفاوتها معنى آخر إذا سأداء وسائل الإعلام بشكل عام ستجد الناس يتجهون إلى شبكات التواصل المجتمعي والعكس صحيح إذا تمكنت وسائل الإعلام بشكل عام من مهنيتها بشكل كبير جدا وأيضا تبنت بعض أساليب شبكات التواصل بمعنى آخر أصبح لديها شبكات التواصل مهنية وعالية فإنها بالتالي تستطيع أن تكون في الصدار وهذا هو الأهم هذا المفروض المفروض أن وسائل الإعلام سواء حكومية وخاصة تكون هي التي تقود المجتمع وليس المجتمع الذي يقودها بأساليب الحقيقة لا نعرف بالضبط رسائلها والمقصود منها أحيانا أن يكون فيه تدخلات من جهات كيدية وتستغل لا أقول تستثمر تستغل هذه الوسائل من أجل أنها تفسد وتسيئ بشكل كبير نعم طبعا شركات عملاقة دكتور هناك شركات عملاقة تبتلك وسائل الإعلام تعلم يا دكتور هل هدف هو ربحي أم ماذا دكتور هذا يقودنا إلى الحقيقة الملكية مرة أخرى الذي قد تستغرب بأنه فيه احتكار كبير جدا حتى الوسائل الإعلام قد لا تصدق أو لا صدق سياد مشاهدي والمشاهدات بأن 90% من وسائل الإعلام الأمريكية مملوكة لست شركات فقط 90% مملوكة لست شركات وهذا يعني بأن كل الرسائل التي تقدم من خلال هذه الوسائل بأشكالها المتفاوتة للفئات المتفاوتة كلها أصلا أمطري أن أشأتي فسوف أتيني خراجك يعني آخر أنه في الأخير يستطيعون أن يوجهون الرسالة التي يريدونها من خلال هذه الوسائل إذا عندنا حنا الآن 90% من الوسائل تتحكم فيها شركات عملاقة بعض الشركات بالمناسبة يعني تستغرب إذا كان البعض يعتقد أنها تبحث عن ربحية مادية أبدا يعني جنرال موتورز على سبيل المثال شركة عملاقة في صناعة السيارات معروفة على مستوى العالم كله ولكنها في يوم من الأملة أيام كانت تملك محطة MBC واحدة من أعظم الشركات أو المحطات العملاقة في أمريكا امتلاكها MBC ليس للبحث عن الرائع الحقي الإعلاني توجيه مع هذه الشركات الإعلامية مثلا مع محطات الإعلامية أهو الواقع أنا أعتقد أنه كل الدراسات التي يجريها المتخصصون والفاهمون والعارفون بفحو الرسائل يستطيع أن يربط بين أشياء مختلفة بين أهمها الملكية كتمرين أهمها الملكية يعني أنا أعتقد أنه يحزني كثير أحيانا بعض الحكومات عندما تستحوذ على بعض المحطات التلفزيونية الشركة والشركات تظهر بأن هذه الشركة تتبع للحكومة الفلانية والواقع المفروض أن هذا الأمر يكون بعيد تماما يفترض أنه لا تنسب هذه الشركات بالذات المتميزة إلى حكومات لأن المشاهد أو المتلقي بشكل عام سيربط بين أي خبر يأتي وبين المالك وسأعتقد بأن هذا موجه بطريقة وبيخرى ونأعتقد هذه بغاية الأهمية طب هل يا دكتور يعني هنا مثلا دكتور المشاهد الآن هل يرى خط ربما وهمي يعني انطباع اللعب على الوتر حساس الذكاء الكبير اللي تلعب فيه الشركات أو محطة ألا لا خلنا نقول وسائل الإعلام المهنية هي محاولة إخفاء هذا الخط تماما بحيث عفواني قصدي إخفاء هذه السمة أو هذا اللون تماما بحيث لا يظهر في رسائلها التي تقدمها بشكل مباشر أي رسالة تقصد فيها هدف لجهة أخرى ولهذا تقدم أحيانا بطرق غير مباشرة ترجد أنه قبول المتلقية لها أحيانا نكتة تقدم نكتة مثلا برنامج كوميدي لكنه في واقع الأمر هو ملغم ما هو ملغم أحيانا في رسائل ربما لديه هدف أيضا إيجابية نحن ملغنا تتهم لي مع رسالة لكنه أيضا هذه القضية نعود للنقطة الأولى اللي هي قضية أنه أعط الخبز الخبازة خل الإعلاميين المهنيين يصنعونها بطريقة التي يعرفونها وستنصل الرسالة حتما طب بعض الرسائل من الممكن نقول بعض الرسائل الخبيثة دكتور من الإعلام الخاص الإعلام المحلي كيف يتعامل معها؟ والله أنا أعتقد إذا كان يستطيع أنه يكشفها فليفعل يعني يوضحها بطريقة مباشرة أو يقدم رسائل إيجابية تحاول أن توضح هذا البعد دون أن يشير للجهة نفسها ولكن يحاول أن يعالجها بطريقة أخرى أهم شيء أن يقدم بشكل إيجابي أو جذاب بشكل قوي جدا نعم دكتور أنت أيضا تحدث عن الإعلام الحكومي وخاص في نفس المقال وتحدث أن يتحول في هذا السياق لخط وهمي خاصة في أثناء الأنزمات وفي إطار التحديات التي تواجهت دولة ومجتمعات صحيح هذا صحيح لأننا نعود إلى الدائرة الأولى التي نشأت بالأخير للدفاع عنها فإذا حصل أي إشكالية تتنازل عن بقية الدوائر كلها وتأتي للدائرة الأولى وتحاول أن تقاوم وتقدم بعد أن الدائرة الأولى تكبر بعد أن تكبر بصالح الدولة أو الشركة أو الجهة نعم كان معنا مختص في الإعلام والاتصال الدكتور محمد الحيزان شكرا